بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلمته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقل لا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما غنيتم من شيء فأن لله هو سهول الرسول ولد القربى والأدامى والمساكين وبن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرطان يوم أنتقى الجمعان والله على كل شيء مقدير إذ أنكم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى مردت أسفل منكم ولم دواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمراه كان مفعولا ليقلك من هلك عمبينة ويحجى من عيى عمبينة وإن الله لسميع عليم إذ يريته الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشرتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بلا تصدور وإذ يريكمهم إن دقيتم في أعنكم قليلا ويقللهم في أعنهم ليقضي الله أمراه كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمر يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاذبطوا واذبطوا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسولكم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصفروا إن الله عصر فيه ولا تكونوا كالذين خرجوا من فيالهم من قضاء ورياء الناس ونصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين له الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تواءت الفئتان لك صعر على عقبين وقال إني بديء منكم إني وما يأثرون إني أقال الله والله شديد العقاب وإن يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض أرى هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إن يتوفر لن يكفروا البلائك يضعبون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحقيق ذلك بما أقدم أيدكم وأن الله ليس بظلم للعبيد كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بهايات الله فأقدم الله بذنوبهم إن الله قويما شديد العقاب ذلك لأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيرهم بأنفسهم وأن الله سميع عليم كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكلهم كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذي نجفه فهو لا يبنون الذين عامدت منهم ثم ينقون عنهم في كل مراتهم وهو لا يتقون فإما تصطفنهم في الحرب فشارد بهم من قلبهم لعلى هم يتكرون وإما تقون من قوم خيانة فهو بالإله على سواء إن الله لا يحب الغابدين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط القلب ترهبون منه عدو الله وعدوكم وأغل من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله رفّ إليكم وأنتم لتظلمون وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريد أن يفدعونك فإن حسب الله هو الذي أيدك بنصره وبين المهين وألف بين قلوبهم لو أنبت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسب الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حذر المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئتين يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقون الآن قفف الله عنكم وعلم أن فيكم طعفا فإن يكن منكم مئتهم صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبيهم أن يكون له أسرى حتى يفقن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لأولا كتاب من الله سبق لأسكم فيما رغبكم عذاك العظيم فكلوا مئتهم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله رحوه رحيم يَا أَيُّهُ النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَاءِ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُبْدَ مِنْكُمْ وَيَغْرِلْ لَكُمْ وَاللَّهُ أَخْوُمُ رَحِيمٌ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَالَتَكَ فَقَدَ قَالُوا اللَّهَ مِنْ قَلَلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آَوَوا وَنَصَرُوا أُولَهِكَ فَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَنْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَبِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ إِسْتَنْصَرُوا كُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِهُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِتَاقًا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ مُصِيرٌ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا دعاكم تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهجر وجاهدوا في سبيل الله والذين آبوا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعض وهجر وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحى ببعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم اشتركوا في القناة